اهلا بيكو شباب رجي هنالكو فيديو جديد وهو الفيديو موجع حقيقة للناس المهتمة بفكرة الحقيقة الناس المهتمة ان تصلح تلفوناتها بنفسها يعني خايفة على بعناتها ان فن يشوفها او حتى انها خايفة تود التلفون ويطلب بقى الباسورد او انت يعطبا الشاشة كصرت فبالتالي خلاص بانتك كلها معرضة ان حايا اي حد سيجرب الشاشة الجديدة ان هو يبص عليها فبالتالي يعني فكرة استخدام شاشة بقى وتجربتها واصلاحها حقيقة فكرة يعني تعتبر سهلة بس لنسبة الناس المتمرسة او الناس اللي عندها جراءة انها تشتغل في الحاجات دي للحاجات دي طبعا ازاز ونحيفة جدا وبالتالي فرصة انها تتكسر منك او انها تتشارك مثلا اثناء او طبوز اثناء السيانة فكرة وردة جدا جدا ومعظم الفنين اللي وصلوا لمراحل في الشغل الاحترافية تكسر منه تشكير جدا جدا وانا واحد منه شاشات السوبر اوليد احد مشكلة انها سهلة تكسر وبالتالي يعني تكلفتها بتبقى عالية جدا لانها طبعا الشاشات تعتبر غالية جدا بالنسبة للحالة اللي عندنا اللي هي الجيوفور 2018 تكلفة الشاشة هنا حوالي 700 جنيه او حوالي 40 دولار وبالنسبة للشاشات تعمتها في سامسونج السوبر اوليد تكلفتها بتبقى نص تكلفة الجهاز على حسب الفئة السعرية اللي احنا بنتكلم فيها ممكن توصل ل5000 جنيه بالنسبة لشاشات الاوليد اه حابب بس اضيف حاجة يعني مهمة جدا ان الشاشة دي بتتكسر ليه طبعا احنا شايفين هنا الشاشة الكسرت الشاشة الداخلية او البانيل الداخلية كسر والباغة الخارجية ما زالت محتفظة بحالتها بدون اي خدش او كسر او اي شيء وده ناتج عن ان الشاشة نفسها او البانيل نفسها مسبتة على الهايكل الداخلي المعدني الالمونيوم وبالتالي اي فرصة حدوث مثلا صدمة عنيفة بتوصل لشاسي الجهاز الداخلي الناس البروفيشنال الناس اللي شغالة في السيانة بالفعل ممكن نطلع الشاشة دي سليمة لو الباغة الخارجية مكسورة والشاشة نفسها البانيل نفسها شغالة ممكن بسهولة جدا اسيب لكم فيديو لعثمان قناة عثمان يا جماعة هو عنده مركز نقدر نصلح فيه برضو راجل وعنده اجهزة كتير جدا ونقدر نرجع له سيب رقم تليفون ونسأله على اي حاجة تخص الشاشات او اي عملية سيانة تخص باغات الشاشات نفسها وتغيير الباغات تغيير الشاشات راجل حقيقة عنده مركز وهيفدكو جدا جدا الناس المهتمين بالسيانة وبفكرة انها تصلح تليفونتها بنفسها برجاء الحرص مهم جدا جدا اثناء شغلك في الموبايل ان انت تتبع الطريقة بحذافيرها بالزبط بنفس الخطوات بنفس الترتيبها بنفس الاماكن اللي فتحنا منها ما تغمرشي تستخدم نفس الادوات اللي احنا هبينها استخدمها على اساس مايبقاش في اي مشكلة وطبعا لازم تعمل تستا على شاشة دي وانت بتستلمها عند المحل اللي بتعمل معاه وتستلمها وتجربها وتجرب كل شيء السنسور والتاتش نفسه وما يكونش في ارقام بسم بتعلق او حاجة وجودة الوان نفسها تعينها وشوفها ومن فضلك ما تسترخصش في نوع الشاشة لان فيه انوع طبعا تقليد انواع ال سي دي مش مش اولد زي اللي هنا وبالتالي اسعارة بتبقى قليلة جدا جدا ويعني خد برضو معلومة وانت وراح تصعى تليفونك ان انتوا بعارف ان فيه شاشات اولد اه كوبي من الشاشات الاصلية الاوريجينال اللي جاية من سامسونج وفيه شاشات عادية جدا ال سي دي وبيبقى فيها مشاكل كيرا جدا جدا بغض النظر عن المشاكل ده ومش موضوعنا اه هسيبلكو برضو فيديو في ديسكريبشن للفرق ما بين شاشات الاولد وشاشات الال سي دي هاته فيديو جماعة بشكركم شكرا جزيلا ومفضلك لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا في كل جدا على القناة شكرا جزيلا والى اللقاء